اشتركوا في القناة التحضيري للقمة العربية بمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية تفاصيل اكثر نتابعها مع الزميلة مريم حميد تمضي قمة البحرين قبيل انعقادها بسلسلة من المراحل والبداية مع ارسال الدعوات للمشاركة في القمة العربية ويوم السبت الموافق للحادي عشر من مايو عقدت اولى اجتماعات القمة من خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة وفي الثاني عشر من مايو عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة كما وعقد في الثالث عشر من مايو اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية كما وسيشهد يوم الثلاثة الموافق للرابع عشر من مايو اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري واجتماع وزراء الخارجية التحضيري على مستوى القمة وبعد الانتهاء من الاجتماعات يصل عدد من القادة والزعمة إلى المملكة قبل يوم من القمة كما سيصل عدد من القادة والزعمة إلى المملكة في يوم منعقاد القمة من ثم يأذن بانعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين هذه هي أبرز المراحل التي تمر بها قمة البحرين التي تسعى من خلالها مملكة البحرين إلى نشر رسائل عدة تتعلق بالأمن والسلام والازدهار ترجمة نانسي قنقر